بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نجلس رقم 23 في علم الفرائض ومع الميراث بالتقدير والميراث بالتقدير أنواع من هذه الأنواع ميراث الحمل أو ميراث الجنين تحصى ما يثمثن باللي علم الفرائض يستجيب لجميع الاحتمالات يكو لبروبابيوليتي يكو لدوني ثلانت يكو ولهضر دفلاس في العلم قياطاس الند بلي هو علم حسابي رياضي التغرص الرياضيات سليماتيماتيك بكل سهولة بمنهجية الحساب والاحتمالات يستجيب لجميع الاحتمالات سبحان الله ربي القرآن ترك في مذانا مرين مثو مذان ظلمك الآية ديوسان أما ذي صورة النساء الآية السبعة وما بعدها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب المفروضة أن بعدها سيد يا ربي يوصلكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وثقين الناد ونزميات سنفهم سوى المعادلات لا يمكن فهم الأياجد النغطورة إلا بالمعادلات ذات المجهول الواحد ونفكاد أمثيلة كثيرة من بعد ولأبويه لكل واحد منهما السودوس أنسيزيام السودوس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وارثه أبوه فلأمه الثلث مرة الثلث ثمون ربع بعدها سيدنا ربي أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ونقرص الفريضة ثلاثة نبضد سيدنا للميراث بالتقدير ما لديني بالتقدير هذا ما نقصد بالمثال يتضيح المقال مثلا يوانا ذي فاميلت يغاف يغاف أسقواس عميان خمس سنين عشر سنين ولش الخبار في اللاس غاب شخصون دون علامة من علاماتي الحياة أسقواس عميان لذي نخدم لازم ندر الإحتمالات ما هي الإحتمالات على فرض الحياة على فرض الوفاة لوجيك ما نفضو يموث بافاس وقي غاف أمشار نخدم موسن جار الحقيص إلي كناديو غال ها أنفضو وقذي تسيدير نتسا آلم بعد فطون تلك أدي تشار ثابورث قد يعود هذا الإنسان الغائب أو المفقود بعد قسمة ميراث مورفه ماذا نعمل أشياء كيفها خير إن شاء الله دي حسبتوني مية انتم ما عندكمش دليل فسعمرت دليل باللي موث لأن الوفاة سناث ثلال وفاة الحقيقية حقيقية يون ما يموث يموث أثنان طل ثلال موث نظن اسميس الوفاة الحكمية ذا قيثة للا برسيدور إجراءات إلاقة لم تيجراءات لما طول فلسنت أي غر بش ميفاة الججمان باللي موث حكما ذاين ما ينتقضي ناساثا نكوني نرجع نصبر نرجع نصبر ألميذن سوفاة الججمان وذاقي أنه ظرف لسما جسا سنظا ميذن ساقي إلا ذا غنو عوايض اسميس ميراث الجانين نغميراث الحمل شو المعنى يا إما لن تليب ربابيلي احتمالات الجانين في بطن أمه اللوفاة نتعبط جماس أهل طرح حياته حقيقية نغح حكمية الجواب حياته حكمية ما شام نكوني نكوني حياتنا حقيقية خلقا نسيذير أتفضيوني مموث إجاد سن والرويس إجاد ثمتثي استاذيست مات شخص وترك ولدين نغيب إبنين بسبب الأحوال وترك زوجة حاملة سفي إلا الإحتمال ولا نتقع بوضيس أذي ورث ذي الشرع بالمناسبة سوى الشريعة الإسلامية إجتساكن الحق إيونو دنسالغر دونيث الوقت يسمحارا ومدن حكو فالحضارات القديمة للسيفليزاتيون ثقيمين الفيلوزوف الفلاسف الكبار أتفض غفل في النقطة مليح أما أن الشرع سيد يا ربي إنه يكميم الجانين بروجين تاع بنادم هو جاي مايلا في الشهر الأول مزال سمن شهور مايلا الشهر الثاني مزال سبعة شهور الله أعلم وصدران مزمارذي عشكان ست شهور إذا عبطت قمس ذاغون كشمارذي لديتا يجين ست شهور سيموا بالقرآن الكريمة أدوض الآيات هذه نقص هذه دفض ست شهور تماما طيب ممكن تسعة شهور نكون قرآن ذرون تسعة شهور وقيل غالب لأنه قد يلو لنفس الشهور ويلو دفع شهور وفي ثمانية وفي تسعة ويقيم جو عبط جمس عشر شهور وحداش شهور واثناش شهور وقيل ذاغ ذو الشغل وايد ذو الوايد أنوح كان غل مفيد أحياني غل جانين حياته هل هي حياة حقيقية لا هي حياة حكمية معناه أثنصر جوادياس طيب مالادياس يا إما يموث يا إما يدر لا يا نبي صاريس منك ما إلو الديموث إلو الديموث ثعبط جماس وريور ثارا ولكن إذا استهل المولود صارخا يريث أكيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا يريث وفي رواية إذا استهل المولود يريث معنى لقد فنفلاس علامة من علامات الحياة ما يلولد ولكن إلسيقوند يخذم علامة إما يضصاد أنا زوري فضصا ماليش إما يسوغ يعقض يصرخ إما يخذم حاركا المهم إلا قد فنفلاس علامة من علامات الحياة نيموث أباري دو سوغن تروى سوغن أذي يورث وأذي تورث سبحان الله أذي يورث بعد نتسا أذي يغال موريث جاء وارثا ثم عاش تروى سوغن ثم أصبح موريثا أسنخذ من الفريض نتسا أنوالي وقادي جاء إذا لم تخلق تشكيلة يقين تشكيلة الورثة لأنك تصن التفاصيل وإذا لم تصن وأنني أقول علم الميراث علم من الرياضيات يحواج لماتيماتيك يحواج لالوجيك يحواج لكونسنتراسي يحواج كل شيء وننادش حالي هو أول علم يرفع هذا يوذاق علم الفرائض أول علم يرفع في السلام تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها من دينكم ويكون شرحة نيد الدروس يعدون صافي ثورة ذي شوث انتلي بربابيليتي للجانين أولا الجانين ذي اللغة العربية ما دين جنة جنة حاجة مخفية يا خاك أدين جنة الليل ذو طلا يفر لذلك قال الشاعر إذا جنة ليلها مقلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق الصديق على الصديق دير قصيدة لطيفة جدا بهكذا استهلها طيب الدين الجن لذلك اللفظة المصطلح مشتق من كلمة يفر يفر الجن يراكم هو وقبيلهم الحيث لا ترونهم والعيذ بالدين الجنون الجنون معنى غياب يفر العقل يروح وهكذا وكيف المادة اللغوية لمزيد من البيان راجع كتاب معجم العين للإمام الخليل بالأحمد الفراهيدي وراجع كتاب لسان العرب راجع إلى آخير في النحية اللغوية الترمنولوجي لانجويستيك ما يتعلق باللغة ونشمر المراقل الفلاش كان ثورة نروح ما هي الإحتمالات الممكنة البربابيليتي تم طوز ستاديست تم زواروث إزمار ديس يموث إزمار ديس يموث يالله في السنة إزمار ديس ذاقش في السنة ستوث لكوغرافية ثورة نهضر إياك ونهضر خطر من يتقف سبحان الله إزمار 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 ميس نغيليس وعبوظ تم طوز تم طوز ثم طوز إزمار إزمار وطرم مرد إزمار ستقف إزمار أوذيح جواب صحيح فالتقليل ثم كتجهد السنة الفلانية ذاوذيعة أوذيعة المعنى يسمي ديلول بأس يموث إزمار أعبوط كماس أوذيعة من كلمة الوديعة ذاوذيعة ومن كلمة الوداع إنه يسمي من غير لي مقال آخر تقفيليل تجهد أوذيعة وذيعة مثل ثم تطوز ستذيست لا تخدم على ماذا قوسنا حاجة مخلفة العوايذ بشد إشارة بالليس ثم تطوز ستذيست ثم تدون إزمار لبروسيدور وكذا إلا قد تخدم الإناليز ناليكو غرافي وكذا لحفظ الحقوق لكي تدفق الفريضة للنوتير مخمضة الفريضة أظهر الجنين السيف كم موريس قبل ديسر الدونيس يرنغ السيف كم مور من قرآن يلا يلا حسب هذه الجنين يتعبط كمس يأما ديس يموث يسعى الأحكمين ديس يأما يأما تقشيش أُنثى يأما ذكرين سن يأما ثس خمسة أُنثيين سنة تقشيشين ثس خمسة أقشيش أقشيش إذن ما هي الأكثر أنا أحب هذا خطر أين من زمر كان أين ستسمح الوقت ثقشت المثال المثال يتبع المثال يتبع يتبع المثال 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 ثلاث المثال سيونتيفيك يأخين الندب الذي أنغر العلم وأنغر الميتودولوجي خطر العلم وحدث يزمر ذاغ وتفهمه وتسواض وتسفهمه ثلث طريقة نيوظ طريقة منهجية يسعى خمس الإحتمالات ثورة تدنيني أمعنا قذل الدنيني طريقة كيفية سنة لبيان كيفية توريث الجنين أدنني أولا شروط التوريث أكد سؤال ماذا لسي الشروط الشرطة مزوار أن التحقق من وجود الجنين في بطن أمه عند وفاة مورثه إلى قذيل الوثنين اللو فنق إذا عبط كمس أسمي مثبذ إذن الشرط والسين إلا قاديلال حي إلا قاديلال حي ميموث غاديور وارثانا إلا قاديلال حي من كني قذل ديلال إلا قنخذ باكو اللي بربابيليتياس نسوجد الموريس وثنحرز نحفظ له حقه ذا قلات خمسة الإحتمالات ثورة أنروح سطبلو أنفذو إيوث إيوث ثمز وارث ألا يكون وارثا في الفرضين ما دين الفرضين معنى التقديرين ذكر وأنثى لا وقال المقصود ذكر وأنثى وري وارثانا أنخذم المثالك زوجة جد يمثي ونجد زوجة ثم تلطيس جد جديس إيجاد أم حامل من زوج آخر ركزوا مليح أم حامل من زوج آخر المعنى يس وقيم موثا يمث ذا 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 يمثي 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 تعود الزواج الزواج والسين ذا نخدم الإحتمالات ذا شير الجانين يمثي يمثي الزواج الزواج هذا لذلك لذلك الطريقة المنهجية الصحيحة لطرح مسائل المراث أن تقول بهذه النسبة نسبة الورث إلى المورث مثلا مثلا أدخل يمثي أدخل يمثي 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 ادخل يمثي يمثي اسفافاس نغسي يماس ودقراري جد عمين اسفافا وورث فهم وورث فهم او وعيد طريقة طرح السؤال تحتاج إلى منهجية دقيقة المفتاح انسب الورثي المورث ان بعد مئة مسفاما ادفع الفرضاء بكل بساطة مازال نوضع المناسخات المناسخات ذي الزير تحتل المصادر المراكز الاولى في العالم اشو ما اسمونا سخا اذي مثيون قبل سبعين سنة وفضينا لتريكا نساعمان دان القرن كذو النفس سقوسمي موثوم زوارو وفضينا لتريكا روح سفقد الفريضاء ذي الفين واربعة وعشرين لذلك مسائل الميرات تحتاج فعلا ثورا نخدم ذاقي باش نجيب على الاحتمال الاول زوجة جد ام والحمل انفذو انساك الانصيبة الزوجة كم تارث تارثو الربع ايغر لعدم وجود الفرع الوارف الجد الجد ذشاري ورث الجدقي باعين الباقي تعصيبا الام ثيمات كم تارث تارث الزوجة 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 لانتير ثلث ايغر ثلث لعدم وجود فرع وارث للمورث ليس انساث 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 ساعة الزوجة انكتب ميم حا حا ميم حا وستنين يعني محجوب حجبا حينما واثنين حجبا بالجد الجد يحجب يمس يمس كذول تمس يمس زر ما يغار خطر بند في صورة النساء الآية مية والآية احداش اثناش اذن اذا انت الآية اذا انفهم باللي لا يريث الاخ لأم والاخ لأم الا كلالة شو المعنى كلالة عند عدم وجود الفرع الوارث للمورث مطلقا وعند عدم وجود الاصل المذكر والاصل المذكر قد يكون ابا او ابا ابين يعني جدا قد يكون جدا مهما على مهما على يعني يمك سيمك من مرورث مي لا وردي جالا وين يم موث الدريا دريا من دريا الابن ابن الابن 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 الى اخير ما ما نزل الاصل المذكر هذا الابن وين الابن 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 اخذ موث الابن أربعة وثلاثة العلاقة بينهم علاقة التباين كاتفتر أربعة وثلاثة وثلاثة أنكر ثلاثة أنتير ثلاثة ما حال أربعة أربعة زائد ثلاثة وثلاثة نقص ثلاثة وثلاثة خمسة تفرع ماذا يوجد ذلك ورور ثلاثة هذا تفرع ذلك ثورة نجمع كاتيجوريك بل كتفض ذي مليون لغاشق لنك وقياك النوتير لا يؤجل قسمة خطر سمحتي إزما دينيون إزما دينيون أكيني وأندى ثلاثة وأندى ثلاثة وأندى في الطيارة ثقيا قناة سوليسيون فاسيل هكذا يا سيدي ثلاثة ثلاثة وأندى في الطيارة لما دفن أنا رجل سبعة شهر ثمان شهر فيها إيه يعني مليزين في استيسر وأنه يستخدم من اللاغ أكيني كيني ما يتصح أنت ساقي ستمية مليون أكيني سبعة شهر دويغ سين مليار سبعة شهر سبعة شهر سبعة شهر ثورة ثورة نفض سبعة شهر الإسسانسيال نكون ناوي لحق النغ أمور النغ الجانين الجانين أنخذم لكالكوليكي الحسابات وسنحر زموريس أما كثوالي ولكن دقي المخ إلا قد يخذم ينسنتاز خلاصة للاحتمالات انتاع الدنيا أكيني ضرون ذي خلقي ثورة هذا سنسل ثلاث سنف والسن أن يرث على أحد التقديرين دون الآخر ثقث مخالف وكتساقي ذي قيوث الاحتمال أذي ورث ذي قواث ورث ثرى أدنف كالمثال بالمثال يتضح المقال إمثي ون إيجاد زوجة ثم طوثيس إيجاد عميس شقيق مثوالي مشين معناه شقيق عم شقيق نغديني أخت شقيقة مشين نأخ شقيق عم شقيق صفي يموث إيجاد ثم طوثيس وقيموث إيجاد عميس نتسا إيجاد ثم طوثني ماس ستاذيست ثم طوثني ماس شقيق ستاذيست ترك زوجة الأخ الشقيق حاملا نعم فهم يلا الجانين اشتفق الحم لسوز قوار بشا ديفان تشاري للجانين اشتفق ياما بنت اخشقيق ذي اللي سني ماس اشقيق نغ ابن اخشقيق ابن ذم ميس ني ماس اشقيق اخشقيق يلس ني اخشقيق ماذا اخشقيق ابن اخشقيق ام يس ني اخشقيق نمس فهم ثورة ما يلا ثساد بنت اخشقيق ام شاء نفضه الزوجات تارث الربع لعدم وجود الفرع الوارف العم الشقيق ما يلذ بنت اخشقيق اديني اه عم شقيق باعين اذيوي كل شي اين دي قولان لطرواكار ماذ بنت الاخ الشقيق ان اختذاقي من ذوي الارحم يعني سقطت وثورة ثلاثة لكوين نمس فهم الكاتيجوري الوارثة لزيرتي الا اصحاب الفروض وقال انصيب القرآن والسنة وذي القانون خطر القانون ما كيف الدنيا تسعوذ غيره القانون فقط الشريعة سوى ذي خير انتمسال ممثال تقيم ميراث الجنين وقيم الارتكل 134 المادة 134 من قانون 1411 المعدل والمتمم بالامر 0502 الصادر بتاريخ 27 فيذري 2005 وقيم سبا الجزائر ليراهم يتابعون خارج الوطن في الدول الاخرى ايضا كل قانون عندوا المواد تاعوذ ذات الصلة بهذا الموضوح وطبعا اخذن في الحسبان بعض الاختلافات في بعض المسائل القانونية ما وش وقتها للتفصيل فيها وقد ذكرنا بعضا منها فيما سبق والاخوة اللي تبعونا اعطونا بعض الملاحظات يقولون تتحدثون باللغة التي لا نفهم اجيبكم كالآتي مع احترامي وتقديري للجميع هذا العلم نريد ان ننشوره بلغاتين الامازيغية ليفهم من لا يفهم اللغات الاخرى ولكن في الوقت نفسه نجتهد في هذه الترجمة يعني اللغة عربية لغة امازيغية نعتقد ان الرسالة تصل واذا اطل الله في العمر سندرس هذه المادة هذه العلم باللغة العربية الفصيحة وما ذلك على الله بعزيز سوف هذا سمح ان كان كثرة هذا ما يلا تقشيش ذي اللي سني كمس اشقيق هذا عمي سنر ورث صفيش سني عمي سرجو اميلا ذا قشيش ذكر هذا ابن اخ شقيق اذيغال ابن اخ شقيق باعين الباقي تعصيبا والعم الشقيق ميم حا حا نحجو بحجب حرمان كيف نحضر مع العم سني نحب بحجب ما يلا فهي تقشيش ذي ورث اين يقول ايضا ابن الباقي اما لذا قشيش سنطوي ضرول ذا ماذا نفعل نرجي او نؤجي او سني شعم ولكن الزوج هتا او الحقيص كانت ترجع نحن واننا كنت كنت اولا بلوط جنان كنت نسمي ترجع الزهريس نعم هذا الحمل على 3 2 هذا ما او 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 فهما الخوة؟ صفرت كان، كونسنترات كان ظريغة تصيقون الزمان، يقبل ربي إن شاء الله أسيدي مبابا، كون حرز ربي، كون يفكى ربي السر ذلي سر، أرنو ثلاثا إن شاء الله إذن اللي عمنا سيني قيم انتظر ميلثا ذي ستني ذي الأنثى، بنت أخ شقيق أتسوى ذي الباقي بعد نصيب الربع يعني تروكر ميلثا الربعين مليارا ستسوى ثلاثين مليارا ميلثا 400 هكتار ستسوى الله يبرك ثلاثمائة هكتار أرجو ميلثا ذاقشيش ذم سني ما سشقيق بني موثان الشينمة الدولة يحج فيك ابن الأخ الشقيق أيها العم أنت محجوب من قبل ابن الأخ الشقيق عن طريق الجهة لأن من قواعد الترجيح الترجيح بالجهة فابن الأخ الشقيق ينتمي إلى جهة الأخوة أما العم ينتمي إلى جهة العمومة وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة إكفا ووال إزواريك هاثن فراتس صفي العم أذ يرجو الاحتمال الثالث هاثن تروازين بروبابيليتي ألا أن يرث على التقديرين دون أن يتغير النصيب يعني دون أن يتغير نصيبه في الاحتمالين معاً أما ذكره ماذا نتغير هذا يبدو كيف كيف ماذا نعمل ذلك؟ أتنفرو هاث إموثيون إجاد أخت شقيقة إجاد أخت لأب يعني إجاد أم حامية من زوج آخر من زوج آخر الحمل النية شديس يأما ذيما سيمس يأما ذي ولتما سيمس أنفذو أخت شقيقة ساة النصف لماذا تريد النصف؟ مراجعة لانفرادها وعدم وجود عاصب ولا حاجب ونحن نتغير في العالم وخدمنا لجستفكاسيا مالورزم في العالم أكد في كانت الأنصفة وتربح وثورة لشغل النظم لشغل النظم لشغل النظم لشغل المسائل المناسخات المسائل المعقدة في كل مرة ونبه إلى هذا إلا قد يكشم العقل البشري اللاغ إلا قد يكشم أهتن سراجو بلك أذي لي وين يحرشن دي لانفورماتيكا وكذي لبروغراماكي وذي لي يفهم علم الفرائض سفي لقشرتك باش انتسادي يخدم لوجيسيال الذي البرنامج الذي يستجيب لجميع الاحتمالات ما عدا ذلك لا يمكن هاي لا قد يكشم العقل دايا سفي والأخت لأب كم تاريث الأخت لأب والتماس بافاس السدس لماذا؟ تكميلة للثلثين خطر إلا أندمي إلى دو تير أندمي بلس إكس إقال دو تير هذه شرحناها مقال معادلة المجولة الواحد النصف مذكور في القرآن لدو تير ثلثين مذكور في القرآن ولكن السدس غير مذكور إكس سين نخدمس بطريقة رياضية نفاثي دينكو الزرام أيث مثلا سفي النصف زائد سدس توحيد المقامات المقام المشترك ستة أدنى السفر في الأخير كاتسور سيس أربعة على ستة الإختزال كاتسور دو دو سي سور دو طروا سفي دو تير معناه الثلثين سفي الأخت لأب تاريثوا السدس أدنني في التعليل تكميلة لثلثين الأم ثيمات ذاكي مدن نغزوجة الأخ وتسنخذي فالا وارثة خاطرنا نستثمتي وارثة أين لن تقو عبوذي سدي ورث؟ سبحان الله شوف من عجائب علم الفرائض إلا واندا ثامطوثي لنستاذي ستوث والرثارة أين لن تقو عبوذي سدي ورث؟ سبحان الله إذا لم علم الفرائض يتشورد الأسرار ما يستوضى سيد يا ربي من فهم ليه علم الفرائض أنخذ ميوث المحاضرة يسميس علم الفرائض حكام وأسرار ولكن المحاضرة يجي أنزمات الفرائض سيوما نستنعلم الفرائض إلا قل ما نستوعبك العلم الفرائض ذينا ننخذ من تهم محاضرة تحت عنوان علم الفرائض حكام وأسرار تشورد الأسرار ذي العجف الأم كم تارث ذاقي؟ لماذا؟ الثلث غلظة غلقة إذا يدكو رجيم تارث السودس نعم أي دائما أنسي زيامة دائما الأم تارث السودس في صورتين نكررها باستمرار تارث السودس عند وجود الفرع الوارثي مطلقا للمورث وعند وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا وقد ذكرتها قبل حين مدينة مطلقا إما إخوة الشقاء إما أخوة شقيقات إما إخوة لأب إما أخوة لأب إما أخوة لأب إما أخوة لأم إما إخوة لأم إما مختلطين ما أنسي زيام؟ أما الجنين أما الجنين ما أنسي زيام؟ أن يرث على التقديرين دون أن يتغير نصيبه ما يسد الذكر هذا هو 1 6 ما يسد الأنثى هذا هو 1 6 سيد السودوس صفية الحالة مثل حرز كن 1 6 وخلاص مدوسة الإكسپير أبقى الفريضة الإكسپير فونسين غليفين هذا حرز أمور حق الوارث الجنين وخلاص أكني ديوسة مرحبا الثاني وجد ثورا نروح أصل المسألة هو 6 ذاكي إي وان ذاكي إي وان وذاكي إي وان يعني المسألة بسيطة الاحتمال وسط ربعة ألا يكون معه وارث آخر أو يحجب به ذاكي يا إما ولش وارث آخر نغأث يحجب ميلة بقواعد الحجب إما الجيهة وعند الاتحاد في الجيهة يكون الترجيح بالدرجة وإذا اتحدت الجيهة مع الدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة هذه هي قواعد الترجيح نغاء ترجمة ترجمة كيهة ويكون الترجمة ويكون الترجمة ويكون وترجمة بنت ابن حامل إجاد ثامتوثنميس استاذيست ذي شارة داوي ثامتوثنميس يأي ما تقشيشت يأي ما دقشيش ما تقشيشت بنت ابن ما دقشيش ابن ابن ذاكيشان خدم نور جيو بالنسبة للزوجة تريث الزوجة نو ذاكي زوجة ابن خاطف ما تورثش نرجئو تقسيم الميراث الى حين ميلاد هذا الجنين نرجئ تماما ما يستد ميت يخين الناد ما يستد ميت ولكن ما يستد حي ما يستد سقشيشت أصلي ذي اللي سنميس ما ذاقشيش ذي اللي سنميس ويجا ذاكي الأخ لأم لا يريثان شيئا في الحالتين معا ومع التقديرين معا لأنهما لا يريثان إلا كلالة وقلنا عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا وعند عدم وجود الأصل المذكر الذي قد يكون أبا أو جدا أو أبا جدا وإن على ما يستد ميت ثورة ما تقشيشت ها تفهم ما تقشيشت يعني بنت الابن الأخ لأم وكو الأخت لأم ما تقشيشت مال أخوة العزيز استقبالي ثيوثيك شكرا شكرا على الاجتهاد لا يريثون لماذا لا يريثون إلا كلالة ثلاثة درنغ الفرع الوارث مطلقا ما هو الفرع الوارث مطلقا وشكرا على الاجتهاد إما يكون ابن أو بنت أو بنت ابن أو ابن مهما نزلوا شكرا مرة أخرى لك أجر الاجتهاد ولكن استقبالي يلا ثورة الاحتمال ويس خمسة أن يريث على التقديرين معا مع اختلاف النصيب هذه تحتاج إلى تركيز كبير الاحتمال الخامس والأخير أن يريث الجنين أو الحمل على التقديرين معا مع اختلاف نصيبه الآن ماذا نصنع نحفظ له النصيب الأوفر نحفظ له النصيب الأحسن ألف على فرض الذكورة ماذا كتبنا هنا؟ على فرض الذكورة فارضا الجنين يكون ذكر واش يجي؟ ابن إذا كان ذكرا معنتها ابن نجري المسألتين معا ثم نقارن بعدين وليه أنده يسعى نصيبهم قرآن الأب كم يريث في هذه الحالة؟ أنسيزيام السودس والأم السودس الآية في صورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما السودس أنسيزيام أنسيزيام إن كان له ولد ونيموثا إجاد أميس ولما يجاثد ثابط قمس وننذيث قبيلت اسميس أوذيع الزوجة كم تارث؟ هانوتيام هانوتيام ثومن لوجود الفرع الوارث والإبن كم يريث الباقي تعصيبا با عين من الناد الباقي تعصيبا نؤصل مسألة أنسيزيام أنسيزيام يانوتيام ما هو أصل مسألة؟ فانتكات منينجات فانتكات فانتكات يلا بسرعة العلاقة بين ثمانية وستة هي علاقة التوا فوق فوق بعد ثمانية ديفيزي باردو فوا سيس هذه هي نغلا نغلا ستة ديفيزي باردو فوا ويت هذه هي ممتاز برافو على بل كي يمشي وعلم الرياضيات لماتيماتيك مع علم الفرائض لذلك من بعد كين كملوا كام دي واحد المسائل نحلوها بالطريقتين بالماتيماتيك ونحلوها بقواعد علم الفرائض والنتيجة هي هي يلا إذن اربعة وعشرين ستوس اربعة ستوس اربعة اربعة ثمان اربعة وعشرين ثلاثة كين جمعوا اربعة واربعة ثمانية ثلاثة حداش ناقص اربعة وعشرين ثلاثة هاتا ثلاثة هاتا ثلاثة ماذا قششت يوسى اذيوي ثلاثة من ربعة وعشرين وكذا موريس إما إلا تقششت على فرض الأنوثة ذاقي ألف على فرض الذكورة با على فرض الأنوثة كم يريث الأب ممتاز عشرة على عشرة السدوس فا زائد باعين السدوس فرضا زائد الباقة عصيبا لماذا لوجود الفرع الوارث المؤنث الخطر بنت الحمل بنت الأم كم تريث السدوس فقط تيمات أتاوي في الساة ثم طفيس كم العداء في السمانية أي وتيام البنت كم تريث النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب أصل المسألة كم أربعة وعشرين سدوس أربعة وعشرين أربعة سدوس أربعة وعشرين أربعة ثم أربعة وعشرين ثلاثة نصف اربعة وعشرين اثناش اثناش زائد ثلاثة خمستاش زائد اربعة ساعتاش زائد اربعة اذا ماذا بقي للأب زائد واحد ستة دي المجموع خمسة ثلاثة نقارن نقارن بين فرض الذكورة اذيوي ثلاثة من اربعة وعشرين ماذا الانثة اثناش من اربعة وعشرين انوظ النصيب الاوفر الاحسن ذكر ادنيني نحفظ النصيب الاوفر للجنين او الحمل وهو ثلاثة من اربعة وعشرين يعني بالمقارنة الانثة الانثة الخبير مريف ذو تريكا هذه تفون konsideration اتبليك الفريضة هذه جمورة القرآن اذا يريد ارترز دوز قليلا لا لا اذا اقل 20 اكتار بل اذا 30 مليار خطرت فكرة اذا الاسهم صاف لنظار وما دايما نطلق اذا 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 هل اذا الذكور هاذا الكلام هو كلام علم علمي كلام برق اذا اذا لا فقط نقول لنا انظر ميراث الأنثى أكبر من ميراث الذكر حسب الحال إذن الخلاصة وكثير من الميراث بالتقدير السجاق لنا نعمل ميراث الجنين ميراث الحمل إلى ذي الشرعيث إلى ذي القانون للواقف 42411 0502 لارتقل 134 المادة 134 نفكدك الإحتمالات التي يمكن أن تحصل في العالم إذا خلقيت مرة في المنطقة يمكنك ذلك المراث بالتقدير وبالذات مراث الحمل أو مراث الجنين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله